اجتماع آخر لمجلس الأمن بشأن اليمن ينفض على توافق بين أعضاء المجلس حول أهمية مواصلة تقديم الدعم لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث وبعثة الرقابة الأممية التي تحرس اتفاق سوكهولم بشأن الحديدة وتعز وتبادل الأسرى دافع المبعوث الأممي في إحاطته بقوة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة مع إقراره بوقوع خروقات لكنه اعتبر أن الوضع أهدأ بكثير في مدينة الحديدة عما كان عليه الحال قبل ذهاب طرفي الصراع إلى السوكهولم وفي إحاطته أحيى غريفث ما اعتقد كثيرون بأنه قد مات من اهتمام لدى الأمم المتحدة بشأن الوضع في تعز وإمكانية تفعيل اللجنة المشتركة رغم عدم تحديد موعد بعينه بشأن الاجتماع المرتقب لهذه اللجنة غريفث أنصف محافظة تتعز سكانها وأقرب المأساة التي خلفتها الحرب خصوصا في عاصمة المحافظة التي قال إنها تعرضت لدمار هائل إن تعز قيمتها التاريخية عريقة في اليمن والشعب والمدينة كان محركين في الحياة الثقافية والاقتصادية اليمنية لأعطيكم مثالا عن ذلك مليونان ونص نسمة يعيشون في تعز وهذه المدينة من العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وجه انتقادا قويا لمليشيا الحوثي بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الشرعية في الوقت الذي يقع فيه عشرة ملايين يمني على شفير المجاعة وتتوقف فيه نصف المنشآت الصحية فيما لا تزال الأمم المتحدة تعمل الاعتماد خطواتا لتحسين آليات توزيع المساعدات في اليمن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعيد اتهم الحوثيين في كلمة له أمام مجلس الأمن بعرق التي تنفيذ الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة وبقيامهم على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حاجزا ترابيا جديدا وحفر 51 خندقا إضافيا مما يزيد من صعوب التحرك المواطنين في مدينة الحديدة ويوعيق إيصال المساعدة الإغاثية مجلس الأمن لم يتخذ موقفا فوريا من الطلب الذي تقدم به الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش بشأن الموافقة على نشر 75 مراقبا دوليا في الحديدة في موعد أقصاها العشرين من الشهر الجاري والذي تنتهي عنده المهمة المؤقتة لبعثة الرقابة الحالية بقيادة الجنرال باتريك كاميرت فيما نقلت رويترز عن دبلوماسيا لم يفصح عن هويته استبعاده أن تقبل أي من الدول الأعضاء في المجلس بإرسال مراقبين قبل الانسحاب الكامل للقوات وفقا لما هو مقر في اتفاق ستوكهولم